وَأَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ عن ابن عباس قال لما أمر الله إبراهيم أن ينادي في الناس بالحج صعد جبل أبي قبيس فوضع إصبعيه في أذنيه ثم نادى يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فأجيبوا ربكم فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرخام النساء وأول من أجابه أهل اليمن فليس حاج يحج من يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ حج بيت الله الحرام هو فرض على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع مرة واحدة بالعمر يتوافد المسلمون من كل حدب وصوب لمكة المكرمة لأداء شعيرة الحج ويبدأ الحاج مناسكه بالترتيب أولاً الإحرام من المواقيت المحددة ثم طواف القدوم يليه السعي بين الصفا والمروى ثم يتحلل الحاج إن كان متمتعاً أما إن كان قارناً أو مفرداً فلا يتحلل ثم يكون التوجه إلى منا في اليوم الثامن منذ الحجة ثم الوقوف بعرفة في اليوم التاسعة ثم التوجه إلى مزدلفة بعد غروب شمس اليوم التاسعة وفي اليوم العاشر وهو يوم النحر أعظم أيام الله يكون على الحاج رمي جمرة العقبة ونحر الهدي وحلق الشعر أو التقصير والطواف ثم الرجوع إلى منا والمبيت فيها ليالي التشريق وترمى الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والعقبة في كل يوم من أيام التشريق الثلاث ويشرع للمتعجل المبيت ليلتين فقط ويختم الحاج أعمال الحج بأداء طواف الوداع